الله الله عالجمال مفيش أجمل من كده محدش يقوله لأ بط محشي بط بالمرتة وفراخ بلدي محشية النهاردة حباتي صرفة ومكلفة كان عندها بطتين كده مخزينهم في الفريزر ونفسنا كلنا نتجمع عليهم والنهاردة بقى كان عيد ميلاد جوزي قلتلها يلا هاتي البط ونجيب عليهم فرختين عشان اللي ما بيكلش البط ونعمل أحلى عزومة تورة ايه والتاع ايه احنا مش بتوع تورة خلينا نخش في البط على طول ونشوف الأصناف الجميلة اللي عملناها للعزومة شجعوني بأجمل لايك وشاركي الفيديو مع أصحابي سمي الله وصالي على رسول الله طبعا البط النظفة كويس تحت الحنفية وشايلة كل الزوايد دلوقتي بقى مهم جدا نعمل محلول النقع اللي هو اللمون والجنزبيل والدقيق والملح الصخري لو موجود وده بقى هيضيع لك أي ريحة زفورة طبعا غسلة الفراخ البلدي طبعا منظفها كويس والبط اللهم بارك فلة وكل حاجة تمام لازم لازم بقى تسبيها في محلول النقع يا كده على الأقل 15 دقيقة يعني أنا حطتهم في محلول النقع لغاية ما جهزت إيه الحشو اللي هحش بيه تعالي بقى نشوف الحشوة خدي عمدك أحلى حشوة والله طعمها تحفة أحط بقى كده معلقة حلوة من السمنة البلدي عليها شوية من الزيت لازم شوية زيت صغيرين كده عشان رز الحشو يفلفل ونزلت إيه بالكبت والقوانس اللي كانوا موجودين دول بتوعي الفراخ البلدي لأده هنسي تجيب إيه كبت والقوانس البط حط عليهم بقى رشة فلفل سود هحط كمان نص معلقة صغيرة من الجنزابين البودر ما بتحبش كبت والقوانس خلاص استغني عنهم خالص أول بقى ما الكبت والقوانس كده يتحمروا ونزلت بمعلقة صغيرة من السكر خدي عندك بقى أحلى حشوة بالتكات دي وسيبقى هسيب السكر كده يبقى كرمل ويديني لون بني هيدي طعم حلو وكمان هيدي لون حلو قوي للحشو نزلت كده ببصلة صغيرة متقى الطعم اتخرطة البصل ما بيتخرط على الإيد بيبقى طعمه أحلى كتير في الحشو كمان نزلت كده بكباية ونص من الرز غسلة ومصفيوة مش نقعية وهبتدي أشوح بقى البصلة بالكبت والقوانس بكل حاجة طبعا الفرخة مش هتاخد غير نص كباية رز كل فرخة وعمدي بطاية هتاخد برضو نص كباية هتشوفي هحشيها ازاي حطيت بقى ملح وفلفل سود وهبتدي دلوقتي أحط ميا مغلية يدوب كده كباية واحدة بس مش أكتر من كده عشان طبعا الرز ما يعجنش بس كده وهدي النار وسيبه طبعا يستوي معايا أقل كمان من نص سوا بس يشرب الميا وخلاص هقفل عليه وبرده في الطبق بصوا بقى ما شاء الله تبارك الله الرز تحفى مفلفل وده لأن احنا شوحنا الرز كويس مع البصلة وبقية المكونات لازم تشوحيه كده يسخن قبل ما تنزلي بالمية يلا بقى نحضر المرتى معايا بصل مقطع معايا فلفل سود حبهان بودر وهحط كده قدم علاءة ونص من الملح مبدئيا عشان ايه منأخرش سوا البط لان الملح طبعا بيعطل السوا بس مجرد ان انا حياءها من جوة بصوا بقى البصل وهو متخرط كده في المرتى بيدي طعم مختلف عن البصل المبشور او المتقطع في الكبة قطايا على ايدك هيفرق جدا هجيب بقى البطة دي البطاية السليمة وهبتدي بقى احشيها بالمرتى كده واغلفها كويس بالتدبيلة دي مفيش ابسط ولا احلى من كده ولا بقى بحط طوب الفراخ ولا عايزة بوز الطعم بأي حاجة هو شوية فلفل اسود شوية حبهان وشوية ملح زي ما شفتي كده بعد ما تدبيلت البط كويس بقى البطة السليمة هبتدي جيب حشوة الرز زي ما قلتلك سبتها تبرد في طبق واللهم بارك من فلفلة ورحتها تحفظ وطبعا ما تمليش البط جامد بالرز يا دوب كده زي ما اتفقنا نص كباية او كمان اقل حسب وزن البطاية وهقفل عليها كويس كده بالخلة طبعا هو بيتفتح يعني حد لو قفلتيه بالخلة ممكن يتفتح منك وده شيء طبيعي ما تقلقش منه البطاية دي بقى كانت مفتوحة فاكتفيت ان انا احطها ايه بالمرتة بس هنا بقى الفراخ البلدي ابتدي تحشيها وزي ما اتفقنا كل فرخة بتاخد حوالي نص كباية من الرز الفرخة دي كانت سليمة الفرخة التانية كده كانت مقطوعة من عند السدر ومقطوعة من عند الرقبة بس عادي بالخلة هنبتدي نزبط كل حاجة يا جماعة البط اللي بتحشي لازم يبقى بط صغير ما ياخدش وقت كتير في التسوية لكن لو هو بط كبير او هياخد وقت يبقى احشي مرتة بس اللي هي بالبصل والفلفل اللي سهد زي ما اتفقنا وهنبتدي كده الفراخ البلدي بين الجلد واللحم طبعا هنفتح كده وهنحط الرز عايزة اقولك طعم الرز كان فضيع والكل كان بيتخانق على جماله رغم ان احنا عملنا جنب وصنف بقى يعني كان اكتساح يعني دايما كده مقدس كل سنة لازم نعمل اكلة البط والكسكسي حماية الله مبارك الكسكسي بتاعه خطير وبتحب تجمع الناس عليه فهو فعلا حلو قوي ولانه طبعا وقت الفيديو هيبقى قصير ان انا اجيب طريقة الكسكسي من الالف الياء انا هسيبلك اللينك بتاع فيديو الكسكسي تحت تقدر تخش تشوفي طريقة عمله في البيت طريقة زمانة جميلة البسيطة حتى لو ما عندكيش حالة كسكسي هتعمليه في البيت بصي بقى هنا خلاص حشية الفرختين وبقفل ايه الفرخة اللي كانت مقطوعة ومش هكتر بقى الرز خلاص كده فنشنا الفراخ ويلا بقى نشوف طريقة السلق الفراخ يا جماعة البلد دي ما بتاخدش وقت كتير في التسوية يعني اقصى حاجة لها خمسين دقيقة عشر دقيقة على نار عالية وبعدين تهدي النار واتسي بيها بقى تكمل بقية الخمسين دقيقة على نار هديئ كمان لو اجيب الفراخ الشامورة الصغيرة اللي هي اقل من كيلو ما بتاخدش على النار ساعة لربع زي ما اتفقنا عشر دقيقة على نار عالية وبعدين تهدي النار الفراخ البلدي العادية بتاعتي دي خدت معايا خمسين دقيقة بالزبط ابتديت بقى جيب بقية البصل اللي تفضى من المرتى حطيت عليه جزرايا وطمطمايا ونعمل بقى احلى شربة يعني اساس الموضوع كله ان انا طلع شربة كويسة انتو عارفين الكسكوسي لازم لازم الشربة كويسة ده بقى الكسكوسي الحادق اللي ما جربوش لازم يجربو حطيت بقى ورق لورة حبهان فلفلس وتحب عشان الشربة ما تغمقش قوي هبتدي بقى حط معلقة سكر وده هيصرع التسويع على طول بتاع البط حطيت الفرخة الكبيرة في حلل وحدها وزي ما شفتي بقيت الفراخ والبط في حلل وحدهم طلعت طبعا الفراخ الفرخة اللي كانت مع البط طلعتها بعد خمسين دقيقة يلا بقى كده بعد ما كل حاجة استاوت هبتدي اجيب خليط التلميع اللي دايما احنا متعودين عليه بنلمع به ولا بقى تعود يتحماري وتهضري في سمنة على البتجاز ولا بقصص دي هي بس كده معلقة زبدة او سمنة على ربع كوباية من الحليب على شوية ملح وفلفل اسود وابتدي دهني بها اي تيور ودخليها تحت الشوية هنا بقى بسرعة بوريك الملوخية اللي كنا بنعملها بقى جمل شربة ابتديت بقى حط الملوخية متخرطة وهنا بقى تعالي وريك الكسكوسي دي الرد التانية لي احنا جهزنا من بالليل عشان ما نتعبش ودي بقى كانت الرد التانية يعني يا دوب بتشتوفها بالمية وتنشرها هنا بقى ابتديتها تش الملوخية بقى التشة بتاعتنا بالتومة وحتة السمنة وشوية الكسبار النشفة وكمان عملنا شوية رز بيد عشان الاطفال الصغيرين اللي مش هيكلوا الكسكوسي عايز اقولي شوية الرز لبيت دول كانوا مسئين بشربة البط كانوا تحفا ودي بقى الفراخ المحشية والبط تحت الشوية كل شوية يقلبهم لغاية ما يخضلون كده عندي من جميع الجهات بصوا الجماعة ما اتفقنا البلد المحشية خمسين دقيقة بس ايه عندنا كده حتة قطعت وانا بقلبها مفيش اي مشكلة شيل بقى الخلة اللي انا قفلت بيها وقدمنا احلى عزوما يا جماعة وربنا يبارك في كل اهلنا ونفضل دايما متجمعين على الخير ويبعد عننا اي شر او اي شطام وطبعا كلكو عارفين تسوية البط اما بتشدي الجناح كده بيطلع معاكي خلاص كده استوامش هياخد ازياد من ساعة ونص لو البطة صغيرة هنا بقى ابتدينا نحط للرجالة الكسكوسي لازم يبقى سخن مولع كده حماتي بترده على طول وينزل يتقلب في السمنة ونغرف على طول قعدنا بقى الرجالة ياكلوا لوحدهم واحنا فراشنا بقى احنا وعيالنا وديناها احلى عزوما